في المحاضرات انت في عندك اخذنا مثالين المثال الاول او عدة امثلة احنا اخذنا معادلتين معادلة متغير واحد اخليني اعمل مشاركة للشاشة نعندي هنا في الامثلة معادلة بمتغير واحد وهذه المعادلة احنا بس مدى ناخدها عشان نفهم الالغورثم الان قد تكون المعادلة هذه انه اكس هذا عبارة عن متغير انت عندك بمثل شغلة معينة دقيقة بس وان اوكي بس كنا بنستنى الباقي على المتجول اللي انه عندك عشان انه انا التسجيل من البداية انا ما بديتوش انه السؤالي الاول كان انه 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 انت كل ما تشغل يعني تطلع اجيال اكتر كل مكان انه انت بتحصل يعني حل افضل يعني وقت ايش بدنا نتوقف فاختصارا حكينا انه في يعني ثلاث شروط للتوقف في الخارجزمية انت ممكن تختار اي شرط منهم او انه انت تعمل الشرط الاول انه انت يعني بعد عدد معين من الاجيال انت بتحدد اكم يعني جيل بعد خمسين جيل انت ازا ما صارش في عندك تحسين في الفتنس بمقدار معين ازا ما زادت التحسين مثلا عن واحد في المية في آخر خمسين جيل معاً لذلك أنه صار فيه ثبات نوعاً ما في الفتنس فبالتالي خلاص هي أفضل فتنس فاستوب الشرط الثاني في التوقف ممكن يكون أنه أنت ممكن تصل لحد معين في الفتنس أنت تكون راضي عنه وطلبنا مثال لنفترض أنه المعادلة اللي موجودة عندك فيها متغيرات كتير متغير للمواد الخام متغير للاستهلاك الكهرباء متغير لتكلفة التوزيع فأنت بدك تزود الربح فبالتالي تم سياغتها في المعادلة فأنت مثلاً ممكن تقول أنه ها مش الربح بدية يكون أكبر من كذا فإذا وصلت له خلاص زي هيك الشرط الثالث أنه أنه أنت يعني تحط أو تحط عفواً شرط أنه بعد عدد معين من الأجيال أنه أنت تتوقف بغض النظر عن السليوشن اللي أنت وصلت له يعني مثلاً في بروبلم معينة ممكن تقول أنه توقف بعد ألفين جيل أو بعد تلات تلاف جيل زي هيك فبالتالي هذا الشرط الثالث في التوقف وهذا بيعتمد على يعني بدها الشغلة الآن بخصوص السؤال الثاني كيفية صياغة المعادلة نحن أخذنا هنا المثال الأول أنه معادلة بمتغير واحد يعني شغلة بسيطة جداً عشان نفهم الخوارزمية بعدين زودنا التعقيد أكتر وشرحنا لما بيكون فينا عندي هنا معادلتين أعفواً متغيرين أنه أنا عندي معادلة من X و Y تمام؟ ممكن يعني هذه عبارة عن معادلة رياضية ولكن قد تمثل هذه المعادلة كل متغير منها يعني شغلة معينة في البروبلم اللي أنا بدور فيها يعني ممكن يكون X هو عبارة عن تكلفة المواد الخام و Y هو عبارة عن تكلفة استهلاك الكهرباء تمام؟ ومثلاً Z بيمثل الجودة فأنت يعني على سبيل المثال أنه أنت بدك أنه أنت تعمل للربح وفي نفس الوقت بدك تحافظ على جودة معينة للمنتج فالآن بيصير أنه هدول المتغيرات أنت كيف بدك تمثلها فأخدناها بمثال أنه X وال Y أنه دمجناهم في كروموزوم واحد أنه هذا أخد 8 بيت وهذا أخد 8 بيت في 16 بيت تقريباً أنه كان أنا عندي الكروموزوم معنى ذلك أنه يعني هذا مثال أنه أنت دمجت كل المتغيرات بعد هيك أنت راح تلاقي في عندك مثال من طمد الأمثلة أنه أنت بتكتعمل جدولة خلينا أغير اللون بتكتعمل جدولة لصيانة لمحطة الكهرباء تمام والمثال مشروح أنت عندك في المحاضرات ففي هذا المثال شفنا كيف بتم عملية تمثيل هذه الشغلات أنه فترات الصيانة أنه تم تمثيلها بخوارزمية حتى إذا أنت لحظت أنه أنا رحت على الكتاب وشرحت الموضوع من هناك أفضل كان لأنه كان فيه تفاصيل أكتر لأنه المثال فعلاً كان محتاج لتفاصيل أكتر فبالتالي وهاي يونت واحد واثنين بدها ثلاث فترات صيانة فبالتالي تم تمثيلها زي هيك تمام؟ هذه بدها أربع فترات صيانة تمام؟ فتم تمثيل الكروموزوم بهذا الشكل هذا مثال فيه مثال تاني على ما أعتقد هنا في السلايد أو أنا شرحته من مكان خارجي اللي هو الترافل سيلز معا بروبلم أنه أنت فيه عندك مجموعة من المدن بدك أو خلينا نعتبرها مجموعة من النقاط مش بالضرورة تكون مدن يعني أنت عندك مجموعة من السوبر ماركت داخل مدينة معينة وإنت وظيفتك كماندوم ببيعات أنه أنت توزع بضاعة عليهم كلهم فإيش أقصر مسار إيش الأوبتيمال باث اللي أنت ممكن أنه أنت تلفية على كل السوبر ماركت هدول فتم سياغة بروبلم يعني مشروحة أنت عندك بالمحاضرة المسجلة يعني سلسلة المدن اللي أنت بدك تزورها تم تم يعني تمثيلها ككروموزومز وتم يعني صياغة فتنس فانكشن وتم تعريف الفتنس وتم تعريف الكروس أوفر أوبريتور والميوتيشن ف يعني وخلي بالك هذا الموضوع هو عبارة عن محل أسئلة أنه الجنراتيك ألغورثم مش هطلب منكم أنتوا دعوا موجود على الإنترنت يعني والألغورثم ستيبس يعني ممكن أنه أنا أعطيكم بروبلم وأنه بديك تطبق two iterations عشان أتأكد أنه الألغورثم أنت فاهمه أو لا لكن الأسئلة اللي بتحتاج لمهارات تحليلية هو أسئلة الديزاين بديك تعمل ديزاين لبروبلم كيف تتمثل الكروموزوم مطلوب أنت عندك أربع شغلات أربع شغلات مطلوب أنه أنت تصيخها اللي هي الكروموزوم والفتنس فانكشن والكروس أوفر والميوتيشن هدول الأربع شغلات مطلوب منك أنه أنت تصيخهم لبروبلم معينة بحيث أنها تكون مناسبة يقدر الجينتك ألغورثم إذا صيختهم خلاص بصير أنه الجينتك ألغورثم ممكن أنت تطبقه زي ما أنت بدك بالنسبة بالنسبة للمحاضرات اللي هي المحاضرة الثانية والثالثة كيف نفس الطريقة يعني الصيغة بس على التطبيقات يعني على التطبيقات اللي خدناها قبل يعني أنت قصدك أنه إحنا يعني أنه كيف أنه أنت تعمل فورميلات للبروبلم أنت عندك أزو سيرش بروبلم صحيح دالة الهوليستيك أنا كيف بدي أصيغها في السيرش بروبلم إحنا أخدنا مثالين تمام وأخدنا مثال تاني أعتقد صح وحكينا أنه هي عبارة عن linear combination في المجموعة من أنه أنت مثلا بتعد عدد الأحجار يعني البيض اللي عندك للجنود والجنود اللي عنده زائد طبعا هذا بيكون فيه معين زائد قديش أنه عنده قلاع وهو عنده قلاع وهكذا فبالتالي يعني هذه الشغلات يعني كيف بدك تصيغها بدك أنه أنت تعرف اللعبة بدك أنه تكون عارف يعني أنه أنت تكتر تقدر أنه شو الأوضاع اللي بتكون أنت وضعك كلاعب أفضل من خصمك طبعا برجع بذكر هنا في الموضوع موضوع موضوع كتير بيساعدك في زياغة أو تصميم دالة لأنه شوية أنت بتعمل يعني شغلات مش منطقية ولكن التبسيط هذا أو هذا بيساعدك في صياغ الدالة بد لهذه قد تكون أنه هي بتأدي أداء جيد يعني تمام يعني أنت ممكن تطلع على يعني أنا السنة الماضية طلبت من الطلاب أنه يختار لعبة من اختيار هو تمام ويحاول أنه هو يصغل هذا كل طالب من الطلاب يعني وطلبت منه أنه يشرح للدومين تبعا اللعبة يعني في شباب جابوا لي ألعاب أنا عمري ما لعبتها ولا عمري سمعت عنها أصلا يعني هما بلعبوها يعني بنزلوها من المتجر يعني موجودة وهو بيكون يعني عارف كيف أنه بتم حساب وبناء على الوصف تبعه لللعبة صاغ دالة هيرستيك أي نعم الدالة هادي يعني 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 أنه مش أنه ولكن أنه هذا كان كتير مهم أو تمرين كتير مهم للشباب يعني فأنت إيش ممكن تسوي تختار لعبة أنت بتلعبها على الجوال تبعك يعني ممكن تكون يعني للتبسيط تختار ها لعبة بورد جيم وتحاول وتحاول أنه أنت تصغل هذا وممكن أنه نعمل فيها يعني هذا كمثال بالنسبة لإلك راح يكون فيه في الموضوع يعني وحدي لك وقت كافي بحيث أنه أنت فعلا أنه يعني تتمرن على الموضوع هذا أكتر يعني لما يكون فيه عندك وقت كافي بتبحث أكتر وبتشوف كيف يعني عمل الشغلة هذه لألعاب مشابهة أو بتطلع أكتر فبالتالي يعني مع التمرين بتتحسن أنت عندك الأمور فأفضل طريقة أنه أنت تساعدك في صياغة الفونكشن أنه أنت تعمل براكتس أو تتمرن على أنه أنت تعمل فونكشن لمجموعة من الألعاب يعني جرب مش غلط تمام مين كمان في مجيس السؤال يرفع عيده لو سمحت شباب هذه المحاضرة للتسكشن يعني يفترض أنه يكون في عندك أسئلة مش واضحة كانت من المحاضرات المسجلة بسبب أنه يعني أنه أنه ما بيكون في عندك الفرصة أنه أنت تسأل السؤال دغري فيفترض أنه أي سؤال أنت تسأل نيال الآن في شغلة مش واضحة في المحاضرات ويفترض أنه تكون فعلا أنت ترجت على المحاضرات عشان هي إذا كان في عندك سؤال ما تتردد يعني إذا أنتم مسألتوش أنا حبت أسأل يعني الصحيح أسأل أسأل فضل فضل يا ألا دكتور أنا في X5 و X2 ما فهمت كيف ما صار إليه ميكروسوفر طيب هرجيت روليت ويل مفهومة إنه روليت ويل بتحقق لشغلتين آه عجلة الحز فهمها آه إيش الشغلتين اللي بتحققهم بالإضافة ل إنه بيكون الاختيار حسب الفيتنس يعني قرب لكم الموضوع أكتر إنه أنا بدي أختار مشموعة من الانديفجولز أنا عندي تمام الانديفجولز هدول لما أختارهم آه بدها تكون آه يعني على سبيل المثال أنا في عندي مجموعة من آه آه من الأرانب طبعا الأرانب هادي الأرنب السرعة هو بطيئة أو ضعيف ما بيكون فيه إلو فرصة إنه هو يستمر آه ويصير فيه عنده تزاوج وعشان يعمل الجيل القادم ليش لأنه ممكن إنه يتم افتراسه بسهولة لأنه بطيئ آه آه والأرنب السريع فرصته أكبر في البقاء إنه هو يضله تمام ويتجاوز يتزاوج ويكون الجيل الجديد ولكن الـ randomness هنا أو الحظ في الموضوع ممكن إنه هو يدخل كيف يعني؟ ممكن الأرنب السريع إنه يموت كيف يموت؟ إنه هو بمثلما بيكون موجود في الوادي ووقعت عليه حجرة كبيرة من أعلى الوادي فبالتالي أي نعم هو سريع لكن ما كانش في عنده الفرصة إنه هو يبقى ويتزاوج ويعمل الجيل الجديد بينما الأرنب المريض أو الأرنب البطيء يعني تحسنت سرعته أو الأرنب المريض إنه شفي فبالتالي إنه صار في عنده فرصة إنه هو يعمل الجيل الجديد فعشان هيك روليتويل بتحقق للشغلة هذي بتم الاختيار بشكل عشوائي في بعض إنه الفرصة طبعتهم ضئيلة لكن لما أنت تلفل عجلة هذي احتمال إنه تقف هنا فيه احتمال وارد لكن الاحتمال الأكبر للدوال أو عفواً اللي عندهم مساحة أكبر على الروليتويل اللي بمعنى آخر عندهم فتنس أعلى على الروليتويل فبالتالي هذا وهذا وهذا هذول اللي عندهم أعلى مساحة إنه هذا الأزرق والأبيض تمام؟ وهذا كمان هو إكس خمسة فعشان هيك روليتويل بتحقق لي هذي الشغلة طيب الآن أنا بدي أختار الان لفيت العجلة بدي ألفها أكم مرة بدي ألفها بدي أختار إنه أنا عندي على سبيل المثال إنه أنا حددت إنه الـ population size تبعتي ستة هاي الـ population size تبعتي ستة معنى ذلك إن أنا بدي ألف العجلة ست مرات لفيت المرة الأولى اخترت إكس ستة المرة الثانية إكس اتنين المرة الثالثة إكس واحد المرة الرابعة إكس خمسة المرة الخامسة إكس اتنين والمرة السادسة برضو إكس خمسة مع إنه تم اختياره جبل هيك وإكس اتنين برضو تم اختياره آآ آآ جبل هيك تمام؟ طيب الآن نرجع هنا إيش حكينا؟ حكينا إنه الـ probability تبعت السي جدايش مقدارها سبعة من عشرة والـ probability تبعت واحد من ألف عادة أن الطفرات بتكون نادرة يعني كل أبصر قديش جيل يعني كل عشرة أجيال ممكن تصير طفرة معينة يعني يظهر جين يظهر يعني جين غريب يعني موجود أنا عندي في الـ population لكن في الطبيعة يعني إنه هادي الشغلة مستوحان في الطبيعة تمام؟ والـ cross over برضو يعني بنسبتها إنه برضو إحنا ممكن نلعب فيها ولكن إنه هي في العادة بتكون عالية تمام؟ فالآن probability تبعت الـ cross over سبعة point سبعة معنى ذلك إنه 70% من الـ population إنه بصير فيه عملية تزاوج لو لاحظنا إنه هنا تقريبا هادول إنه كمجموع لو هادول أنا قسمتهم لـ 3 أتلات هادول تقريبا 66% وهادي تقريبا الـ population 33% فبالتالي حسب الـ probability تبعا الـ cross over إنه مش كل الـ individuals اللي أنا اخترتها راح تتزاوج راح يصير فيه تزاوج بناتهم هذا الكلام بيختار لها probability هذه الشغلة الشغلة التانية إنه إكس 2 تم اختيارها سابقا ليش؟ لأنه أصلا يعني إكس 2 وإكس 5 تم اختيارهم سابقا نهيهم لأنه في إلها هاي إكس 2 وإكس 5 إلهم فتنس عالية فعشان هيك إنه تم اختيارهم أكتر من مرة فإيش بيصير إنه مدام تم اختيارهم إنه إكس 2 صار فيه تزاوج مع إكس 6 فبالتالي هنا خلاص ما صارش تزاوج في البير هذا اللي تم اختياره وإكس 5 برضو صار فيه تزاوج مع إكس 1 فعشان هيك ما صارش برضو تزاوج هنا فهذا هو السبب بين اللي خلى إنه مش كل الإنديفيجوالز اللي أنا اخترتها إنه هي يصير في بيناتها تزاوج في يعني بيناتها يعني كأزواج تمام الآن برضو خاض على طبعا هنا إنه لو إنه مثلا إخترنا إنه الجيل هذا بدو يصير فيه بدو يتم اختيار كروموزوم بشكل عشوائي أكتر من 1 هاي هذا تم اختياره وهذا تم اختياره ومش هيك بس بدو يتم تحديد جين بشكل عشوائي عشان أعمل فيه الطفرة إنه بدل مكان 1 صار صفر زي هيك وهنا بدل مكان صفر صار واضح واضح السبب آه واضحي دكتور يعطيك العلم مين فيه كمان عنده أسئلة هاي شوائلة مش واضحة يعني زي ما حكيت لكم المحاضرة هادي إذا فيه أي شيء مش واضح عندك في المحاضرة المسجلة اسأل ضغري يعني لأنه قد يكون أنت في عندك بعض الأسئلة فيه أسئلة في التشات أنا حنزلكم الواجبات هادي يعني أكتر من مسألة وأعطيكم وقت كافي ما تقلقوش في الموضوع يعني رح أعطيكم يعني يعني خليني يعني ننتهي من يعني خلال الأسبوع القادم إذا الله راد رح حاول أنه أنا خلص لكم كل الواجبات يعني كمسائل ونزلكم إياها إن شاء الله أسئلة تانية جمعة أسئلة تانية بل هيك مصورة من الموضوع تانية إذا ما فيش أسئلة خلينا ننهي المحاضر تمام خلص يعني خلي عنه المحاضرة وإن شاء الله بنشوفكم في في الأسبوع القادم إن شاء الله يعطيكم العافية شكرا يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر